بينما تنكفئ طهران عن أتون الحرب في جنوب لبنان ترتفع حدة تصعيد مع حكومة بيروت عقب تصريحات لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أعرب فيها عن استعداد بلاده للتفاوض مع فرنسا بشأن تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 فيما يتعلق بنشر قوات الجيش اللبناني في الجنوب تصريحات قليباف قبلت برفض واستنكار من رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي الذي اعتبر تصريحات الإيرانية تدخلا فاضحا في شأن بلاده ومحاولة لتكريس ما وصفها بالوصاية على لبنان مشددا على أن تطبيق القرار الأممي تتولاه الدولة اللبنانية ميقاتي لم يكتفي بذلك بل طلب من وزير خارجيته عبدالله بحبيب استدعاء القائم بأعمال السفارة الإيرانية في بيروت وإبلاغه بالموقف اللبناني لم يتأخر رد طهران حيث جاء على لسان مصدر إيراني نقلته وكالة إسن الحكومية وتضمن الرد الإيراني تأكيدا على أن أي اتفاق سياسي مستدام بشأن لبنان لا ينبغي أن يتم من دون موافقة المقاومة وأضاف المصدر الإيراني أن جهود وقف إطلاق النار يمكن أن تحظى بموافقة المقاومة والحكومة اللبنانيتين ضمن أجندة طهران وهي تصريحات قد ترفع من حدة التوتر بين إيران ولبنان يأتي هذا في وقت حذر فيه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع من مغبة تجاهل الحكومة لمخاطر الحرب الإسرائيلية الإيرانية وتداعياتها على لبنان داعيا إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة لدعم مفهوم الدولة واستعادة القرار اللبناني ومحذرا من أثار سلبية من استمرار الأوضاع الحالية التي قد تزيد من حالة الفوضى السياسية وبينما يبحث لبنان عن بوصلته الضائعة بين ركام القصف الإسرائيلي وحالة الاستقطاب السياسي الإيراني تغيب أي بارقة أمل في وقف الحرب وإنهاء معاناة إنسانية ومعيشية لأكثر من مليون نازح حتى الآن ترجمة نانسي قنقر